اشتركوا في القناة يعني من شاهد منكم الشهر قليصم ناسخ لقوله على الذين يتيقونه هذا يعني ما اختاره النووي وسننظر ما المسألة في هذا من الاحاديث في هذا الموطن روى مسلم عن سلمة ابن الاكوع رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الاية وعلى الذين يتيقونه قدية طعام مسكيم كان من اراد ان يفطر ويفتدي حتى نزلت الاية يعني هنا فيه محدوف معروف وهو كان اراد ان يفطر ويفتدي يفعل يعني يفطر حتى نزلت الاية التي بعدها فاناسختها يعني كانوا مخيرين بين الصوم وبين الافطار هذا يعني ذكره بعض العلماء يعني كان مذهب ابن عباس انها ليست منسوخة هي للرجل الكبير والمرأة المردع او الحامل كيف المردع او الحامل؟ الاصل كانت المرأة قديما ما بين رضاع وحمل يعني تحمل فاذا ولدت ارضعت الرضاع من اواد ان تم رضاعها سنتين ثم تحمل ثم تردع ثم تحمل ثم تردع فلو قلنا لها يعني بعدما تنتهي من الحمل والرضاع وتكون كبرت في السن صارت عجوزا نقول لها يعني هل نقول لها اخضي عشر رمضانات فاتوا هذا ما انت فلذلك هي ان تكون ما بين حمل ورضاع حمل ورضاع وحمل ورضاع عندئذ يجوز لها انها تفطر وقالوا اني انا اقول مثلا انا استطيع ان ارفع مثلا القلم هذا ما في اشكال لكن ما اقول اني اطيق وان ارفع القلم ما اقول اطيق الا ما يكون عندي صخرة كبيرة مثلا وقول انا اطيق مثل هذا فيقولوا ان الاطاقة مع المشقة فلذلك كان مذهب ابن عباس رضي الله عنهما ان هذه ليست منسوخة انما هي للحامل والمرضاع والشيخ الكبير والمرأة العجوز يعني ما يستطيعون ان يعني يقضوا فيما بعد لكن يعني في بنات المسلميات الان او النساء المسلميات الام يعني المرأة تحمل وتردع وتجلس اربع سنوات ولا ما ادري كم حتى تحمل مرة ثانية مع ان الاساس انها ما تجلس اكثر من سنتين يعني الحمل ورضاع ما ينسون اكثر من سنتين لكن الان الناس يعني تأخذ وقتا طويلا فنقولها عند ابن عليكي القضاء لكن لو كان يعني ما بين حمل ورضاع حمل ورضاع حمل ورضاع فعندئذ عليها انها قطع وليس عليها انها تقضي لان هذا يكون مشقة كبيرة عليها نأخذ الباب الذي يليه باب قضاء رمضان في شعبان سقى مسلم الرواية عن عائشة رضي الله عنها تقول كان يكون علي الصوم من رمضان فما استطيع ان اقضيه الا في شعبان الشغل من رسول الله منها تعليلية يعني الشغل برسول الله او بسبب رسول الله او برسول الله صلى الله عليه وسلم الحقيقة الشغل برسول الله هذا يعني من كلام يحيى بن سعيد الحديث فيه يحيى بن سعيد عن ابي سلمة عن عائشة يحيى بن سعيد هو يحيى بن سعيد الانصاري امام اهل مدينة وقاضيها يعني يتوفي مية وخمسة رضعين او نحوها مية ومية وربعة وربعين فيقول الشغل برسول الله يعني هذا كان يقوله يحيى ابن سعيد هنا في مسألة رطيفة يعني اشير اليها قد يعني حبها بعض طلبة العلم تقول كان يكون علي الصوم قالوا كان يكون هنا في الصوم في تنازع يعني يكون متنازع من الذي رفع الصوم هل كان الاولى او يكون الثانية كان يكون وفي وجه اخر اننا نقول يعني كان الشأن يكون 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 ما بعدها يكون خبر كان الاولى يعني هذه لفتة علمية قد يعني يحبها بعض طلبة العلم ايضا في حديث يحيى ابن سعيد ان يقول كان يقوله يحيى ابن سعيد فهذا كلام يحيى ابن سعيد في ايضا حديث عائشة في رواية تقول ان كانت احدانا لتفطر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فما تقدر على ان تخضيه مع رسول الله حتى يأتي يا شعبان لان شعبان كان نبي يصوم اكثره او يصومه كله فعندئذ يتبقى لها الوقت انها تصوم وايضا مدام داخل وقت ما يمكن انها تفطر ما سوى ذلك المتطوع امير نفسه ان شاء صام وان شاء افطر فيمكن للمرأة ان تصوم نافلة مدام لم تصل الى الوقت الضيق في قضاء رمضان وهو الذي قبل رمضان مباشرة هذا هو الارجح والله اعلم وصل الله نبينا محمد وعلى آل وصحبه وسلم السليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى